ذلك من عدنا المحلل السياسي وليد الصالحي سيد وليد أهلا بك وصباح الخير سيد وليد حينما يحرر الجيش اليمني منطقة ميدي ماذا يشكل ذلك للحكومة الشرعية اليمنية حقيقة سيدي الكريم محافظة حجة بشكل كامل ومدينة ميدي على وجه الخصوص تمثل أحد المعاقل التي كان يستخدمها مليشيات الحوثي الإنقلابية من أجل عملية تهريب السلاح لها عن طريق عصابات إيران في المنطقة بشكل كامل عندما يستطيع الجيش الوطني بفضل الله عز وجل وبفضل الجهد الكبير جدا والمقدم من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فإن المليشيات الحوثي الإنقلابية تفقد أحد الثقرات التي كانت تستخدمها لاستخدام عملية تهريب السلاح ودوات الموت والقتل التي تهدد بها الشعب اليمني وتهدد بها المياه الإقليمية وتهدد بها أيضا جيراننا خصوصا في المملكة العربية السعودية سيدي الكريم ناهيك عن أن منطقة ميدي أو مدينة ميدي تعد الارتكازة الثانية لتحرير محافظة الحديدة خصوصا وأن الخطة المرسومة في العاصمة للتحالف العربي الرياض هي الإنقضاء على مليشيات الحوثي الإنقلابية في الساحل الغربي من طريقين الجبهة الشمالية تتحرك من مدينة ميدي والجبهة الجنوبية تتحرك من مضيق بام المندب مرورا إلى المخى بعد ذلك الخوخة والتحيطة حتى يتم الانقباض الكامل والسيطرة الكاملة على مدينة الحديدة وإخراجها من سيطرة الإنقلابين الحوثيين الذين يستخدمونها سيدي الكريم في عمليات تهريب السلاح المستمرة لهم عن طريق إيران الصفوية التي تكسر جميع القرارات الدولية التي تحضر على أي دولة في العالم التعامل مع مليشيات الحوثي الإنقلابية والتزويدها بالسلاح بمختلف أنواعه نعم حينما يدخل كما ذكر مرسلنا قبل قليل أنه نكتقدم على الأرض في منطقة صعدة حينما يدخل الجيش الوطني إلى هذه المنطقة التي هي معقل الحوثيين الرئيسي على ماذا يدل ذلك؟ هل هذا يدل على خلل في صفوف المليشيات الحوثية أم قرب نهايتها؟ حقيقة الجيش الوطني والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن فعليا سيدي الكريم العملية المرحلة الثانية من عملية قطع رأس الأفعى ويقصد بذلك التحرير الكامل لمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي الإنقلابية وأيضا معقل زعيم هذه الجماعة الإرهابية عبد الملك الحوثي سيدي الكريم عمليات الانتصارات المتوالية في محافظة صعدة تدل دلالة واضحة على أن الشعب اليمني بما في ذلك ابناء مديرية أو محافظة صعدة أساسا هم في صف العروبة وفي صف الشرعية وفي صف التحالف العربي وليسوا جنودا لإيران الصفوية نهائيا وهذا ما يدل على عملية النجاحات الكبيرة للجيش الوطني في معقل جماعة الحوثي الإنقلابية محافظة صعدة سيدي الكريم ناهيك على أن جميع هذه الانتصارات تسبب انهزام نفسي متواصل لجماعة الحوثي الإنقلابية وهناك عمليات انهيارات واسعة في داخل هذه الجماعة سواء كان عن طريق فرارهم إلى حرف صفيان في عمران سيدة الكريم نتيجة التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي الإنقلابية التي استخدمتها لأكثر من عقدين من الزمان من أجل نشر هذا المشروع الدخيل على اليمن والدخيل على المنطقة العربية بشكل كامل والذي ينفذ فعليا السياسة الولية الفقيهة أو السياسة طهران بشكل كامل من أجل عملية استنساخ ما يسمى بحزب الله داخل اليمن ولكن شعب اليمني والشرعية اليمنية وأيضا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلنوا كلمة واضحة بأنه سيتم بتر جميع أذرع إيران في المنطقة ابتداء من اليمن وأيضا سيتم قطع رأس الأفعى داخل محافظة صعدة وهذا ما سيحصل في الأيام القليلة المقدمة سيد الكريم بإذن الله سيد وليد الصالحي المحلل السياسي كنت معنا من عدن شكرا جزيلا لك